اهلا وسهلا بحضراتكم هو فيديو صغير فيه تنبيه مهم واتمنى ان حضراتكم يعني يعني تركزوا معي فيه الاسبوع ده عد علي تلات عيانين التلاتة واخدين حقا مختلفة سواء في مستشفيات تانية او في عيادات خاصة تانية العيان لما بيجيلي بتكلم معاه بيعرف ايه التاريخ الدوائي بتاعه بيقول لي انا واخد حقنا مثلا من يومين واخد حقنا من ثلاثة ايام واخد حقنا دلوقتي طب اسمها ايه الحقنا دي انا معرفهاش فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني بتبقى مشكلة ان الدكتور بيفضل قاعد بيخمن تطلع ايه الحقنا دي للامانة يعني الاحتمالات قد تكون قليلة في الطب النفسي يعني اه بفضل انا الف وادور مع العيان طب سعرها كام طيب الدكتور قالك تخدها كل قد ايه طب شكلها ايه لكن في واقع الامر ده مش طريقة سليمة للتعامل الطبي المفروض ان حضرتك لقدر الله لو احتاجت انك تاخد اي علاج انك تبقى عارف اسمه ايه فلولا قدر الله ربنا ما يوقعك تحت ايد دكاترة او تحتاج انك تاخد علاج لولا قدر الله اتعاطت لك حقنا معينة سواء في مستشفى مستشفى عام مستشفى خاص في عيادة خاصة عند دكتور كلمة بسيطة كده لي قل له لو سمحتها دكتور اكتب لي اسم الحقنة دي ايه لان مهم يعني ده حقك اولا وعلشان تسهل بعد كده لو انت روحت في اي مكان يبقى الدكتور عارف التاريخ الدوائي بتاعك ايه ما تبقاش فيها ما يبقاش في مشاكل واعتقد ان ده المفروض يحصل مش بس جوه الطب النفسي في اي تخصص تاني من التخصصات الطبية اتمنى ان تكون الرسالة بتاعتي وصلت وهي انك لابد لحضرتك انك تبقى عارف اسم الدواء اللي بتاخده ايه اسم البرشامة ايه اسم الحقنة اللي اتعاطت لك ايه مش مجرد ان الدكتور قال لي خد الحقنتين دولا مع بعض وعطهم لي او ضربهم لي واخدتهم ومشيت لأ ده حقك انك تبقى عارف علشان الدكتور اللي حتى تبقى معاه بعد كده فأي مكان يبقى واخد باله انت بتتعالج من ايه او بتاخد علاج شكله ايه شكرا لحضرتكم وربنا يعافيكم ولا يحوككم ابدا انكم تاخدوا اي ادوية شكرا لكم وسلامتكم الف سلامة سلام